مع استمرار التوتر بين الرباط ومدريد أعلنت مدريد تمديد إغلاق المعابر في سبتة ومليليا التي تسيطر عليهم إسبانيا وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى تمديد الإغلاق لمدة شهر آخر بسبب انتشار متحور أوميكرون في حين أرجعت مصادر أخرى السبب إلى الأزمة الدبلوماسية الأخيرة على خلفية استقبال زعيم البوليساريو كما تحدثت صحف إسبانية عن خريطة طريق تهيئها مدريد من أجل إيجاد حلول اقتصادية بديلة للمدينتين بعد صخط الأوساط السياسية فيهما من حالة الإغلاق سبتة ومليليا فوارق في الجغرافية وتاريخ السيطرة عليهم وصولا لأزمة الهجرة غير الشرعية نتابع ترجمة نانسي قنقر وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الرغبات مراسل الشرق أنس عياش أنس ما الأسباب الحقيقية التي أدت لإغلاق المعابر في سبتة ومليليا خاصة وأن هناك حديث جرى مؤخرا عن تقارب مغربي إسباني نعم عبد الرحمن طبعا الأسباب لها شقين هي تأتي في سياق الأزمة الصحية وتداعيات فيروس كورونا طبعا وقرارات الإغلاق التي عمت الجميع ومختلف أنحاء العالم المغرب طبعا مدد قرار إغلاق حدوده بشكل عام ووقف الرحلات الخارجية إلى غاية شهر يناير المقبل لكن بالنسبة للمعبرين الحدوديين طبعا هما مغلقان منذ عام 2019 بعدما قررت السلطات المغربية وقف أنشطة التهريب المعيشي التي تشكل يعني العصب الرئيس لاقتصاد المدينتين ثم طبعا تأتي في سياق التوتر السياسي في العلاقات بين الرباط ومدريد على خلفية استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء إبراهيم غالي للعلاج في إسبانيا بهوية مزورة ما رفضته الرباط واعتبرته مخلا بآداب أو مبادئ حسن الجوار طبعا يأتي أيضا في سياق مجموعة من القضايا الخلافية بين المغرب وإسبانيا خصوصا بعد الموقف المتذبذب أو غير الواضح لإسبانيا عقب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء بالتالي هي مجموعة من القضايا الخلافية التي ما زالت المفاوضات جارية بشأنها وترخي بظلالها على العلاقات بين الرباط ومدريد وجزء منها هو مسألة سبتا ومليليا التي هي في الحقيقة قضية تتعلق بضغوطات تمارسها الحكومتان المحليتان في سبتا ومليليا على الحكومة المركزية في مدريد عقب تأثير قرار الإغلاق على اقتصاد المدينتين التي كانت تعتمدان بشكل كبير على تجارة ما يعرف بالتهريب المعيشي وأيضا على السياح المغاربة الذين كانوا يقصدون المدينتين للسياحة وللتبضع هناك شكرا لك مراسل الشرق أنس عياش كنت معنا من الرباط شكرا جزيلا لك شكرا لك